الدكتور مهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة يهلا وسهلا بك أهلا بحضر شرفكم بالتأكيد أهلا بشرف لي لما بنتكلم على الإسكان تلاقي أزهان الناس بالتأكيد بتركز مع حضراتكم طبعا ملفاتكم كبيرة وكتيرة ومتعمقة وبتلمس المواطن المصري لو نبتدي مثلا بمحدود الدخل أهلينا الكرام لأن لما بيسمعوا دلوقتي وزارة الإسكان عايزين يعرفوا فيه كتير من محدود الدخل أو بلاش كتير فيه بعض محدود الدخل بيقدموا ولسه مجالهمش الشقة يعملوا إيه؟ ده السبب إيه؟ طبعا ويعملوا إيه؟ طبعا بيبقى فيه الأماكن اللي هي لتصال المعروفة بيروحوا للتمويل الإسكان الاجتماعي بيسألوا عن إيه الموقف بتاعهم هو في الغالب طبعا عشان نطمنهم بيبقى بالعداد كبيرة جدا فبينراجع الأوراق كلها بالكامل وبيبدأ بقى نشوف واحد واحد منهم إيه التفاصيل اللي عنده وبينزلوا له استعلام علشان يتأكدوا أن الأوراق دي مظبوطة بعد كده بيتكمل مع البنك اللي هو بيتحددله بقى سيكمل تعاقد بتاعه والوحدة وعدد كبير من الناس استلم فلما جايش إما أن هو يرجع يشوف أنه عنده مشكلة أو ورق ناقص أو أنه لسه بس دوره جاي في الترتيب بتاعه الدور ده وصل لغاية فين دلوقتي يعني همتوا بتسلموا لسنات كامل لأ حراكة إحنا منتح نتكلم في مئات الألاف يعني مش بتتكلم في عدد أولاية الأعداد كبيرة أنا بس ما عنديش أرقام كويسة إن أنا مش منود بالإسكان الاجتماعي لكن اللي أنا عارف أن الأعداد كبيرة جداً اللي اتعملت إحنا مثلاً كهاية مجتمعات إحنا عدينا الـ 500 ألف وحدة تنفيذ إسكان اجتماعي إسكان اجتماعي بس 500 ألف وحدة في خلال الأربع سنين اللي فاتوا وشغالين في حدود مئة أو مئة وخمسين ألف تانين فالأعداد طبعاً أعداد كبيرة جداً ما كنتش نسمح عبل كده إحنا كمهندسين أو حتى شغالين في المجال ما كنتش نسمح الأعداد دي كلها أعداد كبيرة جداً الناس متعشمة في الدولة المصرية طبعاً ولهم حق ولهم حق تحقهم بالتأكيد في بلدهم بالضبط ولذلك إحنا بنتكلم في مليون وحدة سكانية للإسكان الاجتماعي دول واحدهم بدون أي حاجة تانية دول شغالين فيهم في كل المدن الجديدة في المحافظات عدد كبير وعدد ضخم يعني أنا عجبني بقى الاستراتيجية إبني للغاني زي ما هو عايز رفاهية يعني دوله المتر بعشر تلاف بعشرين ألف تلاتين ألف براحتك وتاخد من الفلوس دي وتبني بيها لمحدود الدخل فدأ شيء جميل جداً أنا عايز أقول لك حاجة كمان أنا دلوقتي مش بتعمل بقى مع فقير وغاني أنا بقيت بعمل لكل شريح المجتمع تعرف حدارك المستويات الإسكان بتختلف بتبدأ من أول من خفض لحد ما فوقه إسكان متوسط إسكان فاخر إسكان أكثر تميز أنا بقى دلوقتي بقيت بعمل لكل المستويات في مستوى بدعمه في مستوى بتديله بالتكلفة بها مش ربح بسيط في بديله بسعرها ربح بسيط اللي هو المتوسط في مستوى بتديله بالأسعار العادية بقى بس مخفض عن سعر السوق سعر بسيط وبعد كده بقى فيه ناس اللي بتحب تاخد أراضي تبني أو استثمار أو كده فلاول مرة عندك بتتكلم على كل شريح المجتمع بتتكلمش على شريحة بعينها ولا الشريحتين اللي هو الأعلى حاجة وأقل حاجة لا أنت بتكلم على كل الشريح ليها فرصة وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة طيب الشريح مثلا بالنسبة ليه أهلين اللي مثلا مرتبوا كم أو دخلوا كم بس عايزة أخبر بس في الإسكان الاجتماعي طيب بس بخش في سفاصيل المجتمعتي لكن أنا زي بقول لحضراتك أنا عندي المستويات كده عندي مشروع الإسكان الاجتماعي وبناء على شوية نقول والله إسكان الاجتماعي حر ما بدأ عاموش لكن بنسعر التكلفة بتاعته بعلى شوية بقول ساكن مصر إسكان متوسط بعلى شوية مشروع دور مصر أو الجديد بتاعه مشروع جنة ده مستوى أعلى شوية فيه بعد كده مجموعة جنة ده مش مدعم لا مش مدعم بس بيبقى مخفض عن أسعار السوق بنوصل لحد 20% مخفض مخفض أو